موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى جولة مع أبرز عنوان الصحف الرياضية الصديرة اليوم ونستهل جولتنا من إنجلتيرا حيث ميرور سبورتز ركزت على فوز نيو كاسل يونيتد على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز وعنونت نيو كاسل خارج دائرة الفرق المهددة بالهبوط اليوم يهتمت بدفاع جوارديولا عن نجم مانشستر سيتي جاك غريليش بعد نشر مقطع فيديو يظهر منع اللاعب من دخول إحدى الملاهي في وسط مدينة مانشستر لأنه كان في حالة سكر طفح وكتبت جوارديولا يدافع عن غريليش ومن إنجلتيرا إلى فرنسا حيث يومية ليكيب ركزت على نتائج الأبطال الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين وكتبت كونتين فيلون أخيرا يحصل على الذهب والبرونزية لتعويض ليدو كما اهتمت الصحيفة برغبة باريس سانجرمان في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالند وكتبت باريس سانجرمان يستهدف التعاقد مع هالند وإلى إسبانيا حيث صحيفة ماركا لسانو الريال تحدثت عن لقاء باريس سانجرمان والنادي الملكي في ذهاب الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا ومصير مشاركة نيمار وكتبت على بعد ستة أيام من اللقاء نيمار يؤمن بإمكانية المشاركة الصحيفة اهتمت أيضا بمستوى أتليتيكو مادريد حامل لقب الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام البارس بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب كامبنو في منافسات الدوري الإسباني الليجة وعنونات بطل ينهر من جهتها ركزت موندو دي بورتيفو المقربة من البارسة على أخبار النادي الكتالاني واستقالة فيران ريفرتر المدير العام للنادي لأسباب شخصية وأسرية كما اهتمت الصحيفة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين رايو فيكانو وريال بيتيس وكتبت لقاءات نصف نهائية تفتتح في فيكانو ونختشم جولتنا من إيطاليا حيث صحيفة توتو سبورت ركزت على فوز انتر ميلان على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا وعنونات بعد السقوط أمام ميلان انتر يستعيد الروح المعنوية كما تحدثت الصحيفة على يوفنتوس وتأثير المهاجم الجديد الصربي دوسان فلاهوفيتش على تجديد عقد باولو دي بالا وكتبت تأثير فلاهوفيتش ضع توقيعك عليها نصل مشاهدين لختام جولتنا في أبرز عنوين الصحف الرياضية الصدرة اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء